والآن ننطلق إلى نقطة أخرى وهي الإحصاء المتطوعين وإحصاء الجمعيات الناشطة في العمل التطوعي من أجل استراتيجية الراهجية إن شاء الله للقدام حتى ما يسمى البطاقية الوطنية للتطوع ولمتطوع حتى نعرف ونراهم المتطوعين كل واحد التخصص تاعه وشي قدر يقدم هنا إن شاء الله هنا في قيد تأسيس مع وزارة شباب ورياضة من بلاتفورم ناسيونال على كيفية إحصاء المتطوعين على مستوى الوطني ما يسمى البطاقية الوطنية العمل التطوعي نروح إلى أبعد من هذا أننا نقوم الحد الآن بوضع بعض المقترحات من أجل وضع قانون يحمي المتطوع لأنه عندنا متطوعين الآن كيفاش يخلي خدمته يروح يطوع واشنه الأخطار اللي تقدر تصيبه هاد المتطوع فحان الوقت أننا نعمل على ما يسمى المرافعة من أجل هاد المتطوع من أجل حمايته من أجل أعطائه يعني صلاحية أكتر من أجل إن شاء الله هذا المتطوع اللي يحيط طوع يكون عنده تحفيز في هذا الجانب ناخده مثال بعض الدول في العالم أنه الإنسان يكون يقرأ في الجامعة عنده خمس سنوات إلى أربع سنوات نهاية الدراسة يقولون له جيبنا شهادة فيها مئة ساعة مدة خمس سنوات تعتطوع داخل الجامعة أو خارج الجامعة هذا يسمح لهذا الإنسان أنه يكتسب تقافة التطوع بطريقة أخرى وبداكاء هذه بعض الدول أنها تدفع إلى يقيم عليه في الجامعة على التطوع يقيم